واحة الاحساء تمتد على مساحة 16000 هكتار يقدر انتاجها السنوي باكثر من 100000 طن من التمور كما تحتوي الواحة على نحو 400000 شجرة فاكهة يقدر انتاجها السنوي ب13000 طن واحة الاحساء تعتبر من اقدم واكبر الواحة العالم طبعا تحوي تقريبا على 3 مليون نخلة منتجة اخر احصائية تمت فيها في شهر يوليو يحل موسم حصاد التمور ومعه ايضا بعض الفواكه مثل الليمون والتين والبابايا فواكه الصيف المشهرة التي تميز بجودتها الواحة وانتاجها الزراعي عندنا تمور الخلاص وعندنا تمور الغار وعندنا تمور الطيار طبعا اول الاصناف اللي ينزل عندنا تمور الطيار وبعدها يجي تمور الغار رطب الغار وبعد الغار يجينا المجناز وهذه الايام ايام المجناز الواحة بانتاجها الزراعي المتنوع وبما تحويه من تراث ثقافي دخلت بجدارة على لائحة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للمواقع التراثية العالمية الاحساء تتمتع بوفرة كبيرة في المياه ما جعلها تشتهر باششارها التي تثمر كافة اصناف الفواكه والخضروات ونخيلها الذي ينتج اجود انواع تمور علي الشريف سكاينيوز عربية محافظة الاحساء